ناهد يوسف مرسلتنا في جنوب لبنان من ناهد لو تعطينا تفاصيل أكثر على الغارات التي بدأت اليوم وأيضا في أوامر الإخلاء هذه هل اختلفت عن أوامر الإخلاء التي كنا نتبعها بالأمس؟ هي نفسها محمود وحتى أن هذه البلدات هي في الأساس مخلات وبالتالي الغارات لا تزال تتركز على البلدات الحدودية كما على العمق الجنوبي كان آخر هذه الغارات غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة برج المرلوك بالقرب من آلية للجيش اللبناني أدت إلى إصابة ثلاثة بجروح من عناصر الجيش بالإضافة إلى غارات كانت استهدفة رشاف وياطر وتول والبازورية هي سلسلة من الغارات اليوم لم تتوقف ولكن المشهد الأبرز هو الغارات المكثفة على البلدات الحدودية من الخيام وكفر كلا حيث شنت العديد من الغارات وصولا إلى بلدات عيت الشعب وراميا والقوسة هذه البلدات التي كانت تشهد يوم أمس تحديدا بلدتي عيت الشعب وراميا كانت تشهد استهدفات مكثفة غارات إسرائيلية عنيفة وقصف مدفعي مع محاولات التوغل هي لا تزال حتى هذه اللحظة لليوم الثانية على التوالي تتواصل من دون انقطاع طيلة ساعات الليل كان هناك غارات ومدفعية اشتباكات بالأسلحة الرشاشة كانت تسمع بوضوحه حتى منذ دقائق كنا أيضا نسمع صوت هذا اطلاق النار من الأسلحة الرشاشة حتى هذه الأثناء لا تزال تحصل هذه المواجهات حزب الله كان أعلن أنه في ساعات ما بعد منتصف الليل تصدى لعدد من القوات الإسرائيلية التي كانت تحاول الدخول إلى بلدات راميا بصواريخ موجهة بالإضافة إلى استهداف دبابة أو ألية إسرائيلية عسكرية أيضا بصاروخ موجه كما تم تجير عبوات ناسفة بعدد من القوات الإسرائيلية التي كانت تحاول الدخول إليها بالإضافة إلى استهدافه تجمعات لجنود إسرائيليين في خلت ورد خلت ورد هي على أطراف عيد الشعب وبالتالي هذه الاستهدافات والغارات الإسرائيلية والقصف المدفعية طال هتين البلدتين بعدها أعلن عن محاولة تسلل أخرى ولكن من بلدة القوزح بلدة القوزح هي أيضا بلدة حدودية وهي متاخمة تماما أو ملاسقة لبلدة راميا ولكن من الجهة الأخرى يعني رامية تتوسط بلدتين عيد الشعب والقوزح وعليه هذه البلدات الثلاثة يتم استهدافها في القوزح دخلت قوة إسرائيلية إليها وتم استهدافها بالأسلحة الرشاشة بحسب ما جاء في أو هناك مواجهات بالأسلحة الرشاشة بحسب ما جاء في بيان حزب الله أيضا في بلدة بليدة كانت وصلت قوة إسرائيلية إلى إحدى مرتفعات تلك البلدة وتم استهدافها أو جرت اجتباكات من مسافة صفر بحسب ما أعلن حزب الله في أحد بياناته كما في مارون الراس قوة إسرائيلية دخلت إلى البلدة وتم استهدافها بالقذائف المدفعية من قبل حزب الله طبعا بحسب ما يقول في سلسلة من البيانات حتى هذه اللحظة هو أصدر 22 بيانا تتعلق هذه البيانات طبعا بالعمليات التي يقوم بها والتي كانت معظمها حول المواقع الإسرائيلية أو حول عمليات التوغل التي تحصل اليوم أو تحصل منذ ساعات ما بعد منتصف الليل وحتى هذه اللحظات في أكثر من منطقة مع استهدافه تجمعات لجنود إسرائيليين في أكثر من موقع إسرائيلي على الشريط الحدودي طبعا خشية من دخول هذه التجمعات إلى البلدات الجنوبية يعني في خطوات استباقية طبعا أسألك على التسلل إلى بلدة القوزح وغيرها تسللات فاشلت من قبل الإسرائيليين أم توسيع العملية البرية لأن الإسرائيليين ناهد يقولون هناك توسعة للعملية البرية لكن على أرض الواقع نحن أمام تسلل وتسلل فاشل من قبل الإسرائيليين باتجاه هذه البلدات القوزح وغيرها يعني التوسيع العملية أعتقد أن ما يقصدون به هو بلدات جديدة القوزح هي اليوم أول مرة يحاول الإسرائيليون دخولها رغم يكنت يوم أمس أول مرة أيضا يحاولون دخولها وهي لا تزال حتى هذه اللحظة في العمليات السابقة أو محاولات التسلل السابقة كانت تستمر لساعات وبعدها تتوقف بعد انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما بعد الجدار في البلدات التي يحاولون القيام الدخول إليها اليوم بلدات رامية أو منذ يومين وحتى هذه اللحظة لم تتوقف هذه المحاولات هي بتستمر طيلة ساعات الليل والنهار يعني لم تكن تشبه بقية عمليات التوغل إلى البلدات الحدودية كانت لافتة هذه ما حصل في هذه البلدة يوم أمس كانت غرات عنيفة جدا شهدناها ربما الأعنف على هذه البلدات والتي كان دويها وحتى وميدها يشبه الغرات التي كانت استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت بضخامتها وبالتالي هذا ما رأيناه يوم أمس من غرات كانت استهدفت هذه البلدات وكنا ننقل الصورة مباشرة على الهواء للغرات العنيفة التي كانت استهدفت بلدتي عيت الشعب ورامية طيلة ساعات الليل مع قصف مدفعي ولكن اليوم انضمت أيضا بلدات القوزح إلى سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية وعمليات التوغل التي تحصل فيها كان حزب الله قال بأن الاشتباكات حتى لحظة منذ نصف ساعة كانت لا تزال تجري في تلك البلدة أيضا الغرات الإسرائيلية اليوم لم تتوقف على هذه البلدات في هذه الأثناء نسمع أيضا صوت المزيد من قذائف المدفعية التي تطلق على هذه البلدات كما أننا نسمع ولكن بصوت بعيد صوت إطلاق الرشقات النارية من الأسلحة الرشاشة باتجاه تلك البلدات التي تشهد في هذه الأثناء هذه الغارات العنيفة شكرا نهد يوسف ورسلتنا في جنوب لبنان شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك